اهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الفجيرة بهذا اللقاء الخاص والمتميز مع الفنان الخاص والمتميز النجم اللبناني الفنان المسرحي السينمائي الفنان رفيق علي احمد يسعد مساك وصباحك ويسعد كل اوقاتك الله خليك يسعد كل ايامك يا رب طمننا عنك امورك بخير منيحة الحمد لله استاذ رفيق انت اليوم موجود بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون بالدورة الثالثة بالفجيرة لحتى تشارك بهذا المهرجان بصفتك فنان مسرحي ونجم عربي احكي لي عن مشاركتك وطبيعة هاي المشاركة هلا هاي دي مش اول مرة يعني انا اشارك في هذا المهرجان سبق و بالوقت اللي كان هو مهرجان المونودراما انا شاركت به ثلاث دورات بثلاثة اعمال مسرحية قدمتها لانه معروف انا قدم طبيعة شغلة او الاسلوب المسرحي اللي اتميزت فيه هو ما يسمى بالمونودرام وهون يعني بحب ان ابدي ملاحظة لانه مش كل من صعد الى الخشبة وقدم عملا فنيا منفردان فينا نقول عنه مونودراما بعد لحد الان ما لقينا تعريف ديفينيسيون للمونودراما فانا كان اللي الحظ والشرف ان شاركت بهذا المهرجان المتميز بثلاث اعمال مسرحية وصار لنا معرفة وصداقات مع القيمين على المهرجان وكما يدعوني يعني انه انا اللي حضوري بالمسرح اللبناني والعربي وهيدا شي بشرفني ولارتباطاتي السنة بعمال بعمل تليفزيوني عم سورو فما كان عندي الوقت اللي حتى حضر عمل مسرحي بهاي الدورة بهاي الدورة فاولا برغبة مني وبرغبة من القيمين على المهرجان ايضا وجه لي دعوة لانه حس انه في شي ناقص اذا ما مريت في هذا المهرجان خلال هذا المهرجان ولو يومين على الفجارة لاهميات هذا المهرجان ان على الصعيد الثقافي والاعلامي وان على الصعيد الوجداني بيني وبينه لهذا المهرجان حضرتك قلت انه برغبة منك انه ما تقدم هاي السنة عرض مونودرامي لا قلت الظروف كانت قاهرة انه ما قدرت حضرت عمل حتى شارك فيه بس انه رغبتي دائما جياشها لان قلتلك بحس في شي ناقص ناقص انه اذا حصل هذا المهرجان تحديدا وانا ما كنت موجود مشاركا ولو كمستمع كمشاهد كضيف فقط لنرمي السلام كمستمع وكمشاهد وكضيف شرائك بالعروض المونودرامية لان عادت على خشبة المسرح بالقرية التراثية بالمهرجان السنة هلا ما بعرف اذا يعني دائما بدنا نقارن بين العروض المسرحية التي قدمت فيما في الدورات السابقة وبين هذه الدورات مع احترامي وتقديري انا يعني كمان انا كمسرحي ما فيني عطي ملاحظة وقيم الأعمال المسرحية هذا امر يترك للنقاد وللمشاهدين بعرف بعرف انه بدك تزركيني قال من شأن قلت بس الفنان المسرحي هو ايضا باحث وناقد وأنا يعني انطلاقا من انتمائي لهذا المسرح ولهذا المهرجان بحب بقول انه ويمكن كمان لانه اللجنة المنظمة التي تنتقي العروض المسرحية يمكن انه هي انطقت هذه العروض من العروض المسرحية التي قدمت مثل ما بقولوا هذا الموجود هذا الموجود فانطقينا الافضل ده بازل الافضل بهذه العمال التي قدمت لنا انه مقارنة مع دورات السابقة ايام دورات السابقة والاعمال التي قدمت في الدورات التي سبقت اعتقد انه كان متوازن يعني فيني اقول نص العروض واعتذر عن هذا الكلام لانه انا بالتالي مسرحي بس ايه في مجموعة من العروض لم تكن بالمستوى بالمستوى العروض التي شاهدناها في المرات السابقة السبب يرجع بوجهة نظرات السبب يرجع لانه بالتالي هالعروض مقدمة في عروض هذه العروض التي قدمت واللجنة بتختار افضل ما قدم وهذا شي يعني انه يدعو المسرحيين وتحديدا المسرحيين العرب يعني اولا اعتقد انه في حوافز موجودة وخصوصا في بلدان الخليج العربي في دعم للمسرحيين واضح بس انه في شغف عند الفنان المسرحي رغم كل الظروف اللي بيمر فيها الفنان المسرحي يعني لازم نرجع نشوف تجربة الاجيال جيلي وما سبق من جيلي قديش كانوا هاو المسرحيين شغوفين يعني رغم كل الظروف الانتاجية والظروف المحيطة والسياسة والرقابة انتجوا مسرحا متميزا اساسة للحركة المسرحية العربية ما ليش انا بخبرتي وبتجربتي قول انه الشباب الجداد لازم يكون عندهم اكثر حماسة شغف شغف وجهد وعمل دقوب لينجوا اعمال مسرحية يعني يحطوا نقطة اضافية في الحركة المسرحية العربية بس برأيك اليوم مهرجان مثل المهرجان الفجيرة ويصلت الضوء على فن المونودراما بوقت يعني بتحس الوطن العربي غير مركز على هذا الشيء صحيح هذا الشيء؟ انه الفجيرة تولي اهتمام اكبر من اي مهرجانات اخرى على فن المونودراما الفجيرة كانت سباقة باختيار هذا الاسلوب المسرحي لانه تعمل مهرجان المونودراما يعني اعتقد لا اجزم بس انه كمتابع انه في مهرجانات مسرحية عربية في كثير من البلدان العربية انه مهرجان المونودراما كانت الفجيرة السباقة انه تعمل هذا المهرجان والقيمين على هذا المهرجان بدون تسميات يعني لانهم مثقفين ونحن المثقفين عادة من اول ان الاشياء باسمائها مع احترامنا الالقاب يعني كان المحمدين محمد سعيد الدنحاني ومحمد سيف الافخم انه كانوا السباقين والمبادرين بانهم يوجدوا او يفعلوا هذه الفكرة ان تكون المونودراما وسنة بعد سنة لا شك بان هذا المهرجان وضع الفجيرة من خلال هذا المهرجان على الخريطة الثقافية العالمية وقدم الفجيرة على الخريطة السياحية يعني ادم كتير وهون هذه السياحة الثقافية وقيمة الثقافة للي بيعرفوا امتها كمان من ناحية اقتصادية كتير مهمة ما بد يفوت بالتفاصيل يعني بهذا الامر فمشكورين ويقدر لهما للمحمدين انه اوجدوا هذا لا شك انه بدعم من سمو الحاكم وحاليا يعني بمتابعة دقوبة من سمو ولي العهد فاكيد ما كانوا ادروا اعملوا شيء لو ما هذا الدعم المتواصل الموجود المتواصل من الامارة هذا على مسؤول مهرجانة صار في مهرجانات موازية كثيرة للمونودرام نرجع للمونودرام امر بده وقت كتير يعني بدنا حتى نبحث وصار انه المونودراما ما بعرف فيه اول شيء على السريع صار كل العالم العربي بيعمل مونودراما المسرحيين وغير المسرحيين بس كل عمل مونودرامي هو ناجح؟ لا قبل صار الانسان العربي بيمثل مش بيمثل حقيقة بيعمل مونودرام لانه اذا بتمشي باي شارع بالعالم العربي بتلاقي كل الناس هي وماشي بالشارع بتلاقيها بتحكي بينها وبنحالها بتحكي وبتأشر صحيح حتى في المهرجانات المسرحية اللي هي بتقدم اعمال جماعية كتونس او دمشق قبل الازمة او غيرها كنا نشوف كتير مونودرام يعني كان بده دراسة اجتماعية ليش صارت الناس كلها بده تمثل مونودرام؟ هلأ في ناس يعني ينقصهم الوعي فبيفتكروا انه المونودرام سهلة يعني عكل المستويات انه انا انتاجيا بيفتكروها مع انه انا وقت بعمل مسرحية يعني بتكلفني بين عشرين بين خمسة وعشرين الف دولار وانا امثل لوحدة اوكي البعض يقول انه والله انت عملت مسرحية بمتين وخمسين دولار اوكي انا عملت مسرحية بمتين وخمسين دولار ونجحت نجاحا كبيرا وانعرضت بالعالم العربي وانعرضت في مهرجان الفجيرة بس الشغف اللي موجود عند المسرحة هو اللي عمل هذه المسرحية لانه ما عندي دعم لانه لا وزارة بتعطيني دعم ولا بانك ولا مؤسسة انه ممكن تأمن سبونسور متل ما بصير عادة بالبلدان انه برعاية المؤسسة الفلانية او البانك او الوزارة فانا وجدت هذا هو اللي دايما بقول عنه الحاجة عند المسرحة هل انت مسرحة بدك عندك شي تقوله والله انه انت مبسوط انه بقى تحضر مسرحية تجي تشارك فيها بالمهرجان ولما يخلص المهرجان ترمي الديكور وترجع على بلدك بلدك ما حدا بيشوفها للمسرحية وبعدها ان يمكن تكون مسرحية يمكن تكون مش مسرحية فهيدا الحوافز الداخلية والنفسية عند الفنان يعني الرسام بروح بيرسم الشاعر بقول قصيدة المسرحة بده يجيب المادة لاحساس هذا الغضب من خزان ذاكرته من واقع الحال اللي عم بعيشه وبيعمل مسرحية وبيعرضها للجمهور وبيتفاعل مع الجمهور وحين تنجح هذه المسرحية مع الجمهور ساعتها يحق لها ان تأتي الى مهرجان الفجيرة او الى مهرجان اخرى فالمونودراما يعني موضوع سهل وممتنع على كل حال مسرح العربي يعني كمان بده اعادة هيكلة لا ما بده الفن ما بده يعني الفن قيمته انه بكسر القواعد يعني فينا نقول انه المسرح العربي هو بهذا الوقت اللي نحنا عم نعيشه على خشبة المسرح او سواء مونودراما على خشبة المسرح او المسرح العربي بشكل عام هو يرجع خطوة الى الوراء ولا عم يتقدم خطوة الى الامام المسرح والثقافة هي نتيجة نتيجة واقع سياسي اقتصادي اجتماعي متكامل هاد العوامل الثلاثة هنا اللي بينجو فان هنا اللي بينجو تعافي هي من اثرت على المسرح ما بفيك التوجد انه والله في ثقافة متميزة حاضرة في مجتمع ما في مجتمع يعني منهار اقتصاديا او اجتماعيا او حروب او غيره او غيره انه هذه العناصر هي اللي بتعمل كشخصيتك انت المنفردة شخصية رفيق وتقدى دور بالظاهر ببرس واخد دور سيف الدولة الحمداني شو اخدت من كل شخصية؟ من سيف الدولة شو اخدت؟ سيف الدولة حبه للفن ولشعره وللأدب جميل وتشجيعه للأدباء والشعراء وكذا وغيره وغيره شو اخدت من كوليب تم تصوير العمل بالالفين وحق النجاح ولا زال يعاد لليوم كوليب ذو عقل متطور كحاكم كعمل نفسه ملي وكان بده ينقل مجموعته او قبيلته من البداوة الترحال وراء الماء والكلاء الى ان بدل ما انه نلحق الماء والاكل خلونا نقعد ونسور عحالنا ونجيب الماء لعنا ونجيب الاكل لعنا وهذه في ذلك الزمان انه نظرة يعني مدينية اياهما العمل الاقرب لحقيقة رفيق العمل التلفزيوني للدرامي تحت اي مسمى فيك تسميه اقرب لحقيقتك الممثل عادة يبدع اكتر بالاعمال او بجسد شخصيات اللي ما بتشبهه يعني انا كوليب بشبهني جرميل انا مثل كوليب بوقت اللي جيت بدي العب سيف الدولة كان بده يخرجه هايسم حقي فقال للمنتج انه خلينا نعطيه دور تاني لرفيق لانه سيف الدولة بيشبه كوليب بنفسيته بالوجد الوجدان طبعه بالمحبته بالتطوير محبته للفكر للفن لكل هذي الاشياء اقطاي والمسلسلات الاخيرة اللي لعبتها يعني كمان ما بعرف ما عندي ما عندي شخصية او مسلسل فيني اقول هذا يتميز عن غيره من المسلسل بس اي دور اللي لعبته بالتليفزيون او بالمسرح تعطي حقه ماشي بلعبه بكل جوارحي لانه انا بطبيعة المثل والناقد اللي فيه او المثل اللي فيه ما بيحب انه يلعب اشياء وانا مقل في التليفزيون يعني سنة بعمل مسلسل سنة ما بعمل مسلسل شو السبب؟ انا مزرحي والتليفزيون شغلي للتسليع للترفيه وانا الفن بالنسبة لالي هو محفز لانه انا ارى انه مجتمعي بحاجة كتير لامور نضويله عليها ان نحط ايدينا ببعضنا ان نتحاور ان نطرح اسئلة وانفتش له على اجوبه بالسينما بتحس رصيدك قليل بالسينما؟ كتير وماشي شوهي بتحب يكون اكتر من هيك؟ بحب هلا لو عنا سينما كنت ما بتشوفيني بالتليفزيون لانه السينما تحترم نفسها اكتر من التليفزيون يعني اذا بتصوري فيلم سينما ساعة وربع ساعة ونص بدك ثلاث شهر لتصوري ساعة او ساعة ونص في حين انه بتصوري ثلاثين حلقة بثلاث شهور هدا المسلسل الجيد بالتليفزيون هامش الحرية كتير قليل وخلي الفقيرة تحلم انه بس يخذ لها سكاربينتا ساندريلا ومنوع انتفرج على التليفزيون طيب كنا عم نحكي عن الادوار الاقرب للك وكنا عم نحكي عن تجاربك السينمائية حكينا عن تجربتك بقناديل لعشاق بقناديل لعشاق واتقانك لللهجة السورية كم لهجة تتقن قبل الجواب؟ كم لهجة تتقن؟ ما يعني ما بعرف كم لهجة بتقن انه انا بس بتعرفي على ناس وتحبيهم بتصير تحبي المحيط والبيئة والهدا يعني اذا بدك انا عملت مسرحية مع الطيب الصديقي ونضل اشعر كان اسمها فرقة الممثلين العرب فتعرفت على المغاربة بالهايدا والمغاربة بتعرف بيحكوا الفرنساوية وبيهدروا للمغربية الدرجة فتعرفت علي وان حبيتهم للمغاربة فصرت اقعد معهم على الترشي تعلمت فصرت يعني هلا بس شوف المغاربة بيفتكروني مغربي عادي تتحكي باللهجة السورية لا هلا عادي باللهجة السورية اللهجة السورية ما قيل جميلة ليش؟ ليش؟ حيث انه انا من جنوب لبنان وانا وقت اللي ولدت ببداية الخمسينات كنا عم نحكي انه ما بعرف اي سنة كان كل قريتنا تحكي بذاكرتها عن فلسطين يعني بيء والجيران ما كانوا ينزلوا على بيروت كانوا يشتغلوا في شمال فلسطين فاذا ذاكرتنا شمال فلسطين وذاكرتنا حوران من سوريا هذا التبادل الاجتماعي الجغرافي العيش ما بين جنوب لبنان وحوران تبادل الاقتصادي وما الاقتصادي فبالنسبة لإيه اللهجات الفلسطينية واللهجة السورية مش غريبة عند انت ثم كان ممثل اول موعيد الى الحياة وطلع لي دريد لحام وحسني البورازان بورازان ياسين باقوش ونجاح حفيظ وكل هيدا رفت فصرت طبيعي جدا انه بدي قلدون هو وقت اللي بروح على السورية واول ما اشتغلت بالتلفزيون كنت انا منقطع ما اشتغلت التلفزيون انا اشتغلت خمسة وعشرين سنة مسرح لايجا حاتم علي وسألوهم حداد قالوا للزير سالم بالالفين بالالفين قالوا ما بشتغل التلفزيون قالوا يا سيدي اقرا فقرأنا نص ممدوح ادوان هذه اللغة العربية الجميلة الغير مقعرة اللي هي تشبه اللغة العامية فاشتغلنا بالزير سالم وبعدين كل سنة نروح نعمل مسلسل لامرين اولا نعمل مسلسل صرنا بعلاقتنا بالشباب يعني تجربتك مع حاتم علي لا الشباب السوريين يعني تجربتي مع حاتم علي انه جمال سلايمان وايمان زايدان خالد تاج خالد قبلي انه كنت انا بالمعهد ببيروت كانوا هن تقريبا نفس السنة ولتقينا في افينيون كانت المعهد بالشام باعتن ونحنا بالجامعة باعتتنا ولتقينا هونيك يعني اللهجة الشامية مش غريبة هلا بقناديل العشاق سيف سباعي ناداني وقالي انه بدك تعمل دور الزعيم قلت له ياقيا سيفو عملنا جلسات نسائية مع المثنى صبح انه دور لهجة بيضة ها وقطعي وانه كتير سوريين افتكروني سوريا بدي منك بالاخير تحكي لنا هيك كلمة للمهرجان وكلمة للتلفزيون وكلمة للفجيرة يعني انا بدل يقول انا الله يحمي الفجيرة الفجيرة والامارات وكل بلدان الخليج لانه قدام اللي عم يصير كل بالعالم العربي يمكن هو الوحل صارت الوحيدة اللي ممكن يتنفس منها العالم العربي الله يحمي ويرد عنا اما لتلفزيون الفجيرة يعني مودتنا ومعزتنا وانا زرتكم قبل بمرة صحيح فلا يصح ان انسان يزور بلد وما يزور العين لهذا البلد فالتلفزيون الفجيرة هو العين اللي مشاع منها نور والنشاطات السعفية اللي عم تقدمها الفجيرة وهذا الوعي والادراك من قبل الحاكم لدور الثقافة وتأثيرها في المجتمع وشكرا جزيلا لكم شكرا لك بدي اشكرك على الحضور وعلى تواجدك كنت منورنا الفنان اللبناني رفيق علي احمد مشاهدينا بدنا نتشكركم لحسن الاستماع وللمشاهدة نلتقي معكم بلقاءات خاصة اخرى الى اللقاء موسيقى موسيقى